برحيل وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل يكون العمل الدبلوماسي العربي والعالمي قد خسر أحد أهم فرسانه أربعة عقود أمضاها الفيصل على رأس وزارة الخارجية قد خلالها سياسة بلاده بكل حنكة ودراية شهد لها القاصي والداني المزيد عن سعود الفيصل في التقرير التالي بعد إعلان الديوان الملكي السعودي عن وفاة شيخ الدبلوماسية العربية وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل توالت برقية النعي العربية والدولية التي أشادت بمناقب الفقيد الكبير الذي شكل رحله بحسب تلك البرقيات خسارة كبيرة لما كان يمثله من حضور في الساحتين الدبلوماسية والسياسية على الصعيدين العربي والعالمي ولد الفيصل عام 1940 وتوفي أمس في التاسع من تموز 2015 وتخرج من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عام 1964 حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وتولى الفيصل حقيبة الخارجية السعودية عام 1975 حتى استقالته لأسباب صحية في نيسان العام الحالي وذلك بعد أربعة عقود قضها على رأس الدبلوماسية السعودية ما جعله أقدم وزراء الخارجية في العالم وكان الراحل يتمتع بمؤهلات وصفات مكنته من الاحتفاظ بوزارة الخارجية كل هذه المدة أبرزها ثقافته العالية وإتقانه لسبع لغات إلى جانب اللغة العربية هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والعبرية